شهد الفريق اول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم الاحتفال الذي اقامته الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة بمناسبة تخرج الدفعة الاولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة والذي يمثل تجسيدا واقعيا للقيم الانسانية والمبادئ الحضارية للمشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتضمن الاحتفال تكريما للمستفيدين من اصحاب المشاريع الفائزة وشركاء النجاح والداعمين للبرنامج من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية وبهذه المناسبة اكد معالي وزير الداخلية ان برنامج السجون المفتوحة يمثل قصة نجاح نموذجية تعكس الارتقاء بتطبيق احكام قانون العقوبات البديلة في اطار نهج التطوير في البرامج والمبادرات الانسانية النابعة من قيام ومبادئ المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتنفيذ المشاريع الاصلاحية واعرب معالي عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية على دورها في دعم البرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة مشيدا بالتفاني والاخلاص والاداء المهني للادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة والقائمين على البرنامج من خلال تطوير البرامج التأهيلية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية كما عبر معالي عن شكره للمستفيدين على التزامهم وانضباطهم وجديتهم أثناء تنفيذ البرنامج بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل فعال من جهتي أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عامل دارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة أن الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة تجسيد للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية والمعاني النبيلة التي يزخر بها العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأوضح في كلمته أنه منذ البدء في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة بتوجيهات من جلالة الملك المعظم وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصبح هذا المشروع الحضاري والإنساني ولله الحمد واجهة مضيئة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ونموذجا مشرفا لتحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية مضيفا أنه خلال السنوات الخمس الماضية ظلت تعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة نبراسا لنا في كافة مراحل العمل وإجراءات التنفيذ حتى أصبح برنامج السجون المفتوحة كأحد مراحل العقوبات البديلة واقعا على الأرض ونقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية تفخر بها البحرين عامة والمنظومة الحقوقية والإنسانية خاصة وأضاف أننا نعمل من خلال البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وتجربة مبتكرة بكل المقاييس نعمل على تأهيل وتدريب المستفيدين متوسطي وشديدي الخطورة بشكل أفضل وفق أعلى المعايير الدولية لإعادة إدماجهم في المجتمع وأستعرض مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في كلمته جانبا من قصة النجاح تلك لافتا إلى أنه في بداية البرنامج بتاريخ 21 أغسطس 2022 بلغ عدد أول دفعة من المرحلة الأولى 48 مرشحا وتمكن 96% منهم من بلوغ المرحلة الثانية والتي بدأت بتاريخ الثاني من إبريل 2023 وأثناء تنفيذ هذه المرحلة حصل 13 مستفيدا على وظائف دائمة بالشراكة مع القطاع الخاص وفتح نجاح الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج المجال واسعا لبدء عمل الدفعة الثانية والتي تشمل 57 مرشحا واختتم مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة قائلا إن النجاحات التي تحققت والجهود التي تتم على مدار الساعة والتطوير المستمر للأنظمة والبرامج انعكاس للدعم والاهتمام الذي يحظى به مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من معالي وزير الداخلية من جهتهم عبر المستفيدون من البرنامج في كلمتهم عن كامل الشكر والتقدير والعرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معربين عن امتنانهم لمعالي وزير الداخلية وسعادة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على النجاح الكبير الذي حققته منظومة العقوبات البديلة والتي تشكل إنجازا نوعيا وحضاريا وإنسانيا لمملكة البحرين بعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من الداعمين وشركاء النجاح والمستفيدين المتميزين من البرنامج وأصحاب المشاريع الفائزة ثم تفضل معاليه يرافقه الحضور الكريم بجولة في معرض مشاريع المستفيدين والتي تعكس قدراتهم وإبداعاتهم واستفادتهم من المحاضرات والبرامج التأهيلية التي قدمت لهم على مدار عام كامل من الإعداد والتدريب حيث قام المستفيدون بتصميم هذه المشاريع في ورشة العمل المخصصة لذلك بمجمع السجون المفتوحة طموح كبير علقته وزارة الداخلية على نجاح برنامجها الفريد برنامج السجون المفتوحة وها هو يبرهن على نجاحه بتخرج الدفعة الأولى من المستفيدين منه برعاية ومتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية الذي أكد فخره واعتزازه بالقائمين على البرنامج وما حققوه من نتائج مميزة احتفلنا اليوم بتخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة تحت رعاية صاحب المعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وأحنا كجهة إشرافية لإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة قمنا بإعداد هذا البرنامج وفق على المعايير الدولية حيث تم إعطاء المستفيدين مجموعة من البرامج اللي ساهمت في إعادة دماغهم في المجتمع ولله الحمد اليوم شفنا ثمار الجهود اللي صارت خلال الفترة الماضية قانون العقوبات البديلة في 2017 ومن ثم التطور اللي صار عليه في 2021 وأيضا الآن الخطوات العملية اللي قاعدة تصير في السجون المفتوحة ومن ثم اليوم الدفع الأولى المتخرجين من هذه السجون هذا دليل على أن البحرين قاعدة تطور هاي البرنامج وهي مجدة في تكوين العقوبة البديلة المتطورة بحسب التطورات العالمية في مفهوم العقوبة ومفهوم العقاب الدعم والرعاية المجتمعية الكبيرة التي حظي بها هذا البرنامج أكدت على ما يحمله المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة من مسؤولية مجتمعية كبيرة يزاهمون بكل فاعلية في حملها مؤكدين على فخرهم بنجاح البرنامج في إصلاح المستفيدين وإعادة إدماجهم في المجتمع بكل فاعلية اللي شفنا من هالبرنامج أن فعلا وزارة الداخلية اشتغلت بكل جهد أنها تكون فعلا مركز إصلاحي وهذه المركز ينتج قصص نجاح اللي احنا شفناها اليوم فعلا كان لهم دور كبير وهذه الدور يعني احنا نشكر فيه وزارة الداخلية وعلى رأسهم وعلى وزير الداخلية على هذا العمل الكبير والجهد اللي يعني ما اليوم شفنا هذه النتيجة اللي وراء ناس كانوا يشتغلون ويشتغلون بكل قوة وكل جهد ممكن على مدى 24 ساعة هنيئا لكل من يعني يبادر في هذا الأمر هنيئا لمملكة البحرين وجود هذا الأمر الاصلاحي الاجتماعي الانساني البحث احنا ندعم كثير من المشاريع من باب الشراكة المجتمعية من باب الإنسانية من باب الأمور الاجتماعية وغيرها والاقتصادية والبيئية البرنامج كان برنامج تثقيفي ارشادي اعطاء معلومات ارشاد وتدريب والآخر ما توصل له المجتمع فالحمد لله احنا اخذنا كورسات تدريبية من معاهة تدريبية مثل انجاز كان ايضا مدرسين من مركز ناصر للاصلاح وتعيه المهني كانوا يعطونا ايضا محاضرات احب بالبداية اشكر مع الوزيد الداخلية على التكريم اليوم وسعادة الشيخ خالد طبعا ما قصره معانا متخرج من برنامج السجون المفتوح الدفع الاولى برنامج طبعا عادنا عاد جدا ممتازة لنخراط في المجتمع ونكون وعد اعمال مساهمين في بناء مملكة البحر ان شاء الله هاي البرنامج طبعا خضعنا لعدة تدريبات لعدة برامج من عدة جهات ساهمت في خرق طاقة ايجابية لنا في ان نكون من الناس ناجحين في المجتمع نجاح وتميز واقتدار برهن عليه القائمون والمشرفون على البرنامج الذين قدموا الدعم الفني والاداري والتشريعي للمستفيدنا بشكل مستمر حرصا منهم على انجاح هذه التجربة البحرينية الفريدة التي قدمت للعالم نموذجا متميزا للاصلاح والتأهيل الفعلي الذي يشارك ويتفاعل معه الجميع المستفيدون من برنامج السجون المفتوحة في دفعتها الاولى ثمرة يانيعة اعيد استصلاحها والاستثمار فيها ليكونوا افرادا فاعلين في مجتمعهم طموحين لمساهمتهم في بناء هذا الوطن بكل طموح وعزيمة عالية يحيى العمر لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ان هذا ملهم جدا لقد سنحت لي الفرصة لزيارة بعض السجون المفتوحة ومقابلة عدد من الاشخاص الذين رأيناهم اليوم والاستماع الى قصصهم ورؤيتهم اليوم لسماع ما تبقى من قصصهم كان ملهما جدا انه شيء مثير للعجاب خصوصا مشاهدة التنافس في الافكار الابداعية تكمن اهمية هذا في عكس ابداع البحرينيين وتعزيز مساهماتهم في تطوير مجتمعهم يعد هذا ايضا مثالا متميزا للاصلاح والتفكير الاستباقي الذي يعد احد خصائص مملكة البحرين كما ان هذا يمثل ماهية اعطاء الفرصة الثانية للافراد والبلاد ونحن فخورين بمساهمتنا بجزء صغير في الدعم التقني كان للسفارة البريطانية دور كبير بالاضافة الى عدد من المؤسسات الامريكية والبريطانية رؤية هذا النوع من التعاون الدولي لتحقيق فكرة بحرينية وتطويرها لجعلها واقع ملموس كان من المميز كون جزء من ذلك يجب على البحرين ان تفخر بهذا كما يجب ان تفخر الوزارة بذلك ونتطلع الى ما سيحققه هذا البرنامج لاحقا تم الدعوة اليوم من قبل معالي وزير الداخلية لحضور تخريج برنامج السجون المفتوحة ان ما شاهدته اليوم مثير للعجاب جدا ان هذه مبادرة مميزة وفريدة من نوعها وتعد رائدة على مستوى المنطقة وهي تنجح في تغيير حياة المشاركين ويعود هذا النجاح الى رؤية وقيادة جلالة الملك المعظم والى معالي وزير الداخلية من وجهة نظر المملكة المتحدة نعتقد ان هذا شيء متميز تحققه البحرين كما ان هذا يعد مثالا يحتذا به في المنطقة ويمثل اتجاها جديدا جديدا بالاقتداء به